الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد فهذا هو الدرس الرابع من دروس تفسير سورة طاها أسأل الله جل وعلا فهما لكتابه ومعرفة بمعانيه يقول الله جل وعلا في الآية السابعة والسبعين من هذه السورة ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لما دعا موسى عليه السلام أهل مصر إلى التوحيد إفراد الله بالعبادة ودعا فرعون وقومه إلى ترك عبودية بني إسرائيل ومضى على ذلك سنون عديدة تعرضوا أثناها لشيء من أنواع العذاب والخسف وحينئذ أراد الله جل وعلا نجاتهم وهلاك فرعون ومن معه ولذا جاء الوحي من الله جل وعلا لإلى موسى بأن يخرج مع بني إسرائيل فقال ولقد أوحينا أي جاء الأمر الإلهي بالوحي إلى موسى أن أسر بعباده أسر أي أن يمضي من أول الليل فقد جاء النداء ليخرج بني إسرائيل في أول ليلهم وكان الصبيحة ذلك اليوم يوم من عياد أهل مصر يجتمعون فيه ولذا كانوا يحضرون لذلك اليوم وكان بني إسرائيل قد سخرهم أهل مصر من الكبط على تهيئة أغراضهم وحاجياتهم في ذلك اليوم ومن ذلك أن الكبط يرسلون بحليهم إلى بني إسرائيل من أجل أن يعيدوا سياغته وأن يقوموا بتلميعه فجاء الوحي من الله جل وعلا في ليلة ذلك اليوم من أجل أن يخرجوا مع موسى قال أن أسر بعبادي أراد بذلك المؤمنين الذين آمنوا بموسى عليه السلام وشرفهم بوصف العبودية لأنه بذلك أنقذهم من عبودية فرعون قال فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا أي أسلك الطريق الموصل إلى جهة البحر وجاءه الوحي من الله بأنك ستتمكن مع بني إسرائيل من شق البحر وسينقلب البحر ليكون يابسة لا رطوبة فيها فاضرب لأن الضرب في الأرض هو التنقل بالأسفار فيها فاضرب لهم طريقا في البحر أي أسلك جهة البحر لأنك ستقوم بتجاوز البحر بعد أن يجعله الله يابسة لا رطوبة فيها ثم قال لا تخف دركا أي لا يكن من شانك أن تخاف من إدراك فرعون ومتابعتهم لك ولبني إسرائيل ولا تخشى ذلك وانظر كيف ردد الله جل وعلا نفي الخوف في قصة موسى في عدد من المواطن ابتداء من قصة أمه لما ألقت وإلى ما جاء في شأنه مرارا مرة عند ورود الوحي إليه في الطور ومرة عندما ألقى السحرة ما ألقوه فأتبعهم فرعون لما أصبح فرعون وأصحابه وجدوا بيوت بني إسرائيل خاوية ولم يجدوا فيها أحدا وكانت زينة القوم قد أخذها بني إسرائيل معهم وحينئذ صوت فرعون في الناس أن يخرجوا لتتبعوا بني إسرائيل ولتدركوهم فأتبعهم فرعون بجنوده أي أن فرعون طلب من جيشه الجرار بأعداده الهائلة أن يتبعوا بني إسرائيل وأن يسيروا على طريقهم لما وصلوا إلى البحر خاف أتباع موسى من فرعون أن يدركهم فقالا لهم إن ربي معي سيهدين فأمره الله جل وعلا بأن يضرب بعصاه البحر فانفلق إلى إثني عشرة فرقة طريقا يابسة في أثناء البحر كل قبيلة تسلك طريقا من هذه الطرق فأتبعهم فرعون لما شاهد أنهم دخلوا في البحر تردد فقال له قومه ألست الرب؟ إن كنت الرب فلجء في البحر كما دخل موسى وبنو إسرائيل فدخل فكان ذلك من أسباب غرقه فغشيهم أي غطاهم البحر من كل جانب ما غشيهم لأن ذلك كان على جهة عظيمة تهتال النفوس منها وأظل فرعون قومه وما هدا أظلهم بأن أبعدهم عن طريق الحق والهداية فلم يجعلهم يؤمنون بموسى وأظلهم حينما أدخلهم في ذلك البحر فكان هذا سبب من أسباب غرقهم وأظل فرعون قومه وما هدا مع أنه كان يزعم أنه يريهم ما يرى ويهديهم سوى الصراط ثم أنجى الله بني إسرائيل فخاطبهم الله ممتنا عليهم بهذه النعمة فقال يا بني إسرائيل وإسرائيل هو يعقوب بن إسحاق وهؤلاء ذريته حيث جاء من ذريته أولاد كل ولد من أولاده جاء منه قبيلة من قبائل بني إسرائيل فامتن الله جل وعلا عليهم مرة بهدايتهم إلى اتباع موسى ومرة بإنقاذهم من عدوهم فرعون ومرة بإنزال ما يحتاجون إليه من المآكل والمشارب ولذا قال قد أنجيناكم من عدوكم أي سلمتم مما راد عدوكم بكم من القتل والتعذيب وواعدناكم جانب الطور الأيمن أي جهة سيناء في الجبل الذي قد نبئ موسى حوله ونزلنا عليكم المن والسلوى أي أن الله جل وعلا تفضل عليكم لما أتيتم إلى صحراء سيناء بأن جعل لكم ما تأكلون من اللحوم وهو طير السلوى ينزل حتى تتمكنون من قبضه وما يشبه النبات وهو المن حيث تجدونه في الأرض فتتمكنون من أكله فكان ذلك رزقا طيبا بدون أي كلفة تتكلفونها فامتنع عليكم ربكم فقال كلوا من طيبات ما رزقناكم فهذا رزق حلال طيب ولا تطغوا فيه أي لا تتجاوزوا الحد المأذون لكم فيه شرعا بأن تأخذوا فوق حاجتكم أو بأن تستعملوه في محرم من المحرمات فإنكم متى فعلتم ذلك حل أي نزل عليكم غضب رب العزة والجلال وفي هذا نداء من الله مباشر إلى بني إسرائيل ليكون ذلك من كرامتهم وقال ومن يحلل عليه غضبي أي ينزل عليه غضب رب العزة والجلال فقد هوى أي خسر الخسارة الشديدة كمن سقط في البئر أو من أعالي الجبال ولكن الله فتح للمذنبين العاصين باب التوبة فقال وإني لغفار أي كثير المغفرة لمن تاب أي رجع وأناب إلى الله وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى أي استمر على سبيل العبادة والعبودية لله جل وعلا ثم إن الله وعد موسى أن يأتي بسبعين رجل من قومه فما كان من موسى إلا أن أحضر السبعين فوضعهم في جانب الجبل وقد وعد الله تعالى أربعين ليلة فقال لقومه إن الله وعدني ثلاثين ثم زيدت عشرة فقال لهم إن الله قد وعدني أربعين ليلة وحينئذ خرج بهؤلاء إلى موعد رب العزة والجلال فلما وقرب من الموعد ترك قومه وقدم وحده فخاطبه الله جل وعلا فقال له ما أعجلك عن قومك يا موسى أي ما الذي جعلك تتقدم وفد قومك قال إن طلبنا منك إحضارهم لتنزل التوراة عليك وهم عندك فأجاب موسى عليه السلام فقال هم أي هؤلاء قومي على أثري أي سيأتون بعدي مباشرة وعجلت إليك ربي فهم كثير وعدد وفير فيحتاجون في التنقل إلى وقت حتى يتمكنوا من التنقل ولم أرد أن أنتظرهم حتى يتجهزوا من أجل أني أردت أن أحصل على رضاك سريعا ولذا عجلت وتقدمت قومي إليك ربي لترضى أي ليكون ذلك من أسباب رضاك عني فإني لم أترك صحبتهم على الإطلاق وإنما سعيت إلى أن أحصل على رضاك وهم سيتبعونني أنزل الله جل وعلا بعد ذلك خطابا على موسى عليه السلام فقال له فإنا قد فتنا قومك أي جعلناهم يرون الحق باطلا والباطل حقا وذلك أن قومك لما تركتهم جاءهم رجل يقال له السامري فاضل لهم وأبعدهم عن الحق وجعلهم يبتعدون عن طريق الهدى والسامري رجل من بني إسرائيل كان له قصة ألا وهي أنهم لما غادرهم موسى عليه السلام قال لبني إسرائيل بأنكم قد أخذتم ذهبا أهل مصر وهذا الذهب ليس من أموالكم وأنتم قد أقدمتم على فعل محرم واكتسبتم مالا محرما ولم يتأخر موسى عنكم إلا بسبب ما لديكم من هذه الأموال المحرمة ولذا قاموا بجمع هذا الذهب فألقوه في النار التي أوقدها السامري فصنع من هذا الذهب جسدا يماثل جسد البقرة وكان عند تجاوزه للبحر قد شاهد فرعون على فرس له فأخذ من آثر الفرس قبضة فألقاها على ذلك العجل الذي صنعه من ذهب القوم فأصبح له خوار قيل أصبح يصدر صوتا إما لكون الهواء يدخل عليه من جهة فعند خروجه من الجهة الأخرى يخرج صوتا أو لغير ذلك المقصود أن السامري قال لبني إسرائيل هذا معبودكم ومعبود موسى وموسى ذهب يبحث عن هذا المعبود ونسي أنه عندكم ولذلك عليكم أن تعبدوا هذا العجل فرجع موسى إلى قومه وعاد إليهم بعد أن أخبره الله عز وجل بما كان من قومه وكان عند رجوعه غضبان أي شديد الغضب قد امتلأ من الحنق على قومه أسفا أي تأسفا وتحسفا على ما صنعه قومه من اتباع السامري في ترك عبودية الله إلى عبادة العجلي فلما وصل إلى قومه خاطبهم فقال يا قومي ناداهم بالصلة التي بينه وبينهم ليكون ذلك أدعى لاستجابتهم له ألم يعيدكم ربكم وعدا حسنا فإنه قد أمرنا أن نذهب أربعين يوما وبالتالي هو وعد حسن معلوم الحدود والمعالم وبالتالي كيف يكون من شانكم أن تظنوا أنني تأخرت وأنني لم أجد إله وربي فقال لهم ألم يعيدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد مع أن المدة قليلة وبالتالي لماذا عبدتم الصنم وما الذي فعل بكم ذلك هل هو طول العهد مع أن المدة قليلة أم أنكم أردتم أن ينزل بكم غضب من الله جل وعلا وحينئذ أخلفتم موعدي ولم تنفذ ما طلبته منكم بالبقاء على طريقتكم حتى أذهبا للقاء ربي ثم أعود بعد أربعين يوما فقال له قومه جوابا على اعتراضه ما أخلفنا موعدك بملكنا أي بسلطاننا فإن هذا الموعد الذي وعدتنا إياه بعد أربعين إنما جعلنا لا نلتفت إليه أمور خارج عن قدرتنا وإرادتنا وسيطرتنا فإننا أخذنا الحلية والزينة التي كانت عندنا وقد أخذناها وجلبناها من مصر من بني إسرائيل فحملنا أوزارا أي كان عندنا ذنوب ومعاصي بسببي أن بني إسرائيل أعطونا هذا الذهب إما لنصلحه وإما على جهة العارية فخناهم فيه ولم نقم بإعطائهم إياه واصطحبناه معنا عند ذهابنا معك وهذا الحلي قمنا بأخذه فقذفناه أي ألقيناه في النار التي أوقدها السامري وكان السامري يشاركنا فألقى ذهبا معه وبالتالي تمت صياغة ذلك الذهب ليكون عجلا أي ولد بقرة على شكل ولد بقرة جسدا أي مصنما له جسد العجلي فكان له صوت يخرجه خوار ومن ثم اشتبه الأمر علينا فظننا أن هذا هو الإله المعبود ولذا قالوا هذا إلهكم وإله موسى لكن موسى نسي فذهب يبحث عن ربه بمن اختارهم من قومه فرد الله جل وعلا عليهم هذه المقالة وذلكم لاعتقاد الفاسد فقال انظروا إلى هذا العجل الجسد هل يتكلم معكم وانظروا هل يرجع إليكم قولا ثم انظروا في حاله هل يتمكن من نفعكم بأي نوع من أنواع النفع وهل يتمكن من إلحاق الضرر بكم وهل يتمكن من دفع الضرر عن نفسه فهو لا يملك لهم ضر ولا نفعا وكان هارون قبل ذلك قد خاطب قومه يحذرهم من عبادة العجل فقال لقومه يا قومي يخاطبهم بالعلاقة المشتركة بينه وبينهم بانتسابهم جميعا إلى قوم وقبيل واحد إنما فتنتم به أي الشأن والحال أنكم قد ألحقت بكم الفتنة فأصبحتم ترون الباطل حقا ومن ذلك عبودية هذا العجل فإنها من الباطل فأصبحتم ترونها حقا وحينئذ ليكن من شأنكم أن تعرفوا أن الرب الذي يعبد هو الله جل وعلا الذي خلق الخلق والذي يتصرف في العباد ولذا عليكم أن تتبعوني وأن تسروا على طريقتي في عبادة الله عز وجل وأن تطيعوا أمري فإذا أمرتكم بشيء تمتثلونه فقال بنو إسرائيل سنستمر عاكفين عليه عابدين له حتى ياتي أنا موسى فيخبرنا بالحالي ولذا قالوا لن نبرح أي لن نترك مصاحبة هذا العجل وسنكون عاكفين أي لابثين مطيلين الالتزام عنده حتى يعود إلينا موسى لما عاد موسى إلى قومه خاطب أخاه هارون فقال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا أنت ألا تتبعني قل ما السبب الذي جعلك لا تأتي إلي فتخبرني بأن بني إسرائيل قد وقع الضلال بينهم وأصبحوا يعبدون العجل فما الذي منعك من اتباعي هل أنت مخالف لأمري عاص لما أمرتك به وكان موسى قد أخذ بلحية فرعون بلحية هارون وبرأسه يجرهما إليه فخاطب هارون أخاه موسى خطاب اعتذار فقال يا ابن أم خاطبه بقرابته من جهة الأم وإلا فهو شقيق له من الأب والأم لا تأخذ بلحية ولا برأسي ما الذي يجعلك تأخذ بهذه الأنواع من أنواع شعري إن السبب الذي جعلني لا أتيك ولا أتبعك أني خشيت أن يتفرق بنو إسرائيل إذ لو لم يكن عندهم صاحب ولاية لتفرقوا واقتتلوا فخشيت أن تقول وحذرت من أن تقول فرقت بين بني إسرائيل وجعلتهم قبائل يقاتل بعضها بعضا وحينئذ أكون قد خالفت قولك وأمرك عندما أمرتني باللبث فيهم وحينئذ عذر موسى أخاه هارون فالتفت موسى إلى السامري فقال موسى له ما خطبك يا سامري ما الذي لديك وما هو السبب الذي جعلك تفعل ذلك ولماذا أو رتبني إسرائيل إلى باب عبودية غير الله سبحانه وتعالى فكان السامري معجبا بنفسه فكان يقول بصرت بما لم يبصر به فإني قد رأيت جبريل على فرس فشاهدت شيئا لم يشاهدوه فأخذت شيئا من أثر ذلك الرسول الذي هو جبريل وجبريل قد كان موكلا بالحياة ومن ذلك حياة الأرواح قال فقبضت يقول السامري بصرت بما لم يبصر به فقبضت أي أمسكت بيدي قبضة من أثر الرسول أي من أثر جبريل حينما مر علينا في يوم نجاتنا بالسير في البحر ولذلك نبذتها أي ألقيتها وقذفتها على العجل ومن ثم تحرك وتكلم وكذلك سولت لي نفسي أي هذا هو السبب الذي جعل نفسي تزين لي أن أفعل ذلكم الفعل فخاطبه موسى عليه السلام ببيان حاله فقال له فاذهب أي أخرج من عندنا ولا تبقى في بني إسرائيل وأخبره بالعقوبة التي ستناله فقال فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس أي بأنك ستصبح تخشى من ملامسة الآخرين وبالتالي تطلب منهم أن لا يمسوك وما ذاك إلا أنك ستترك سكن القرى التي يسكن فيها الناس وتبقى وحيدا في الفراري لا أنيسا معك قال موسى وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَهِ أي سيجعل الله لك عذابا شديدا في يوم المعاد يوم محاسبة العباد ثم قال موسى لأسامري بخطاب يفهمه بني إسرائيل وانظر أي شاهد إلهك الذي هو العجل لأنه قد عبده الذي ضلت عليه عاكفا أي بقيت عنده ملازما له لنحرقنه أي لنشعلن النار فيه ثم لننسفنه في اليم أي نقوم بتذريته وجعله رماد ثم نقوم بدفعه في البحر ثم قال تعالى مبينا الحق أن العبادة يجب أن تكون لله وحده ولذا قال إنما وهي للحصر إلهكم الله فلا يوجد لكم إله غيره والمعبود بحق هو الله جل وعلا الذي لا إله إلا هو فلا معبود بحق إلا هو جل وعلا وسع كل شيء علما أي أنه أحاط علمه بجميع ما في الكون وبجميع ما لدى الخلق فهذه آيات عظيمات فيها أحكام وحكم كثيرة فمن تلك الحكم والأحكام جواز الذهاب ليلة وجواز الأسفار في الليل فإن الله جل وعلا قد أوحى إلى موسى أن أسري بعبادي وأسرى مشي الليلي وفي هذه الآيات أن من أعظم الأوصاف التي تحصل النجاة بها العبودية فمن عبد الله أنجاه الله من أنواع المصائب وفي هذه الآيات معجزة عظيمة لموسى ومن معه حينما خرجوا من مصر فأتبعهم فرعون بجنوده ففلق الله لهم البحر فأصبحوا يمشون في اليابسة قد انتفى عنهم الخوف وخوف إدراك عدوهم لهم وفي هذه الآيات أن أهل الباطل لا زالوا يحاولون أن ينزلوا أنواع العذاب وأشده بأهل الإيمان وفي هذه الآيات أن العبد المؤمن وداعية الحق والهدى وإن كان له في أول دعوته شيء من المضايقة إلا أن العاقبة الحميدة تكون له في آخرته وفي هذه الآيات فضل الله جل وعلا على بني إسرائيل بالنعمة الدينية حينما بعث موسى وهارون فآمنوا بهما وبنعمة النجاة من العدو وبنعمة طيب الحياة وفي هذه الآيات أن الله جل وعلا قد يجعل للعبد طريقا للخلاص من المصاعب بأمور تخفى عليه ولا يستشعر ما فيها وفي هذه الآيات أن الأصل فيما نبت من النبات وفيما نزل من السماء من أنواع الخيرات هو الحل والإباحة والجواز وبشرط أن يكون ذلك طيبا وفي الآيات تحريم تجاوز الحد فيما يتعلق بنعم الله جل وعلا فلا يسرف الإنسان فيها ولا يجحد نعمة الله فيها وإنما ينسبها إلى الله سبحانه وتعالى وفي هذه الآيات إثبات صفة الغضب لله جل وعلا على ما يليق به سبحانه وتعالى وفي هذه الآيات أن من طغى في نعم الله فيوشك أن تنزل عليه أنواع العقوبات وبالتالي يردى في الدنيا والآخرة وفي هذه الآيات سعة رحمة الله جل وعلا ومغفرته للذنوب وفتحه باب التوبة لمن آمن إذا استمر على طريق التوبة وفي هذه الآيات أن العبد لا ينبغي به أن يقدم الأعمال الصالحة قبل الوقت الذي وضع لها في الشرع لأن لا يكون الإنسان متعجلا في أموره وفي هذه الآيات اعتذار الإنسان مما حصل منه من تقصير أو تجاوز وفي هذه الآيات وفي هذه الآيات أن الله جل وعلا يتصف بصفة الرضا فهو يرضى عن من شاء من عباده ولذا ينبغي بالعباد أن يسعوا إلى تحصيل رضا الله جل وعلا وفي هذه الآيات أن من ترك عبودية الله فهو مفتون فهو مفتون لأنه ترك الحق للباطل وأصبح يرى الباطل حقا وفي هذه الآيات أن الضلال قد يكون من داعية ضلال واحد ولذا لا يستهين الإنسان بمن يرد إليه من دعاة الضلال ويسأل الله أن يكفيه شرهم وأن يعينه على دعوتهم وفي هذه الآيات جواز غضب الإنسان إذا كان ذلك الغضب لسبب شرعي وفي هذه الآيات جواز التحسر والتأسف على ما مضى وفي هذه الآيات أن من كان عنده وعد من الله فينبغي به أن يحترم ذلك الوعد وأن يعرف له قيمته وفي هذه الآيات أن العبد لا يجوز له أن يتجاوز العهد الذي وضعه الله جل وعلا له وفي هذه الآيات أن بعض العباد قد يساق إلى المعصية والذنب سوقا ولذلك عليه أن يعود إلى الله كل ما تذكر وفي هذه الآيات حرمة أخذ أموال الكافرين ولو كانوا محاربين بغير طريق شرعي وفي هذه الآيات وفي هذه الآيات أن العبد المؤمن ينبغي به أن يتخلص من الأموال المحرمة التي دخلت عليه وفي هذه الآيات واستفاد بعض أهل العلم من هذه الآيات المنع من تشكيل الذهب وغيره على أشكال الحيوانات وفي هذه الآيات أنه لا يصح أن ينسب لأحد أمر أو فعل أو نسيان بخلاف ظاهر حاله إلا لدليل وفي هذه الآيات إثبات صفة التكلم لله جل وعلا وأنه الضار النافع سبحانه وتعالى وفي هذه الآيات الاستدلال بكون المعبودي لا يطعم الطعام على فساد ألوهيته فليس من عبودية الله في شيء بل قد خالف عبودية الله في ذلك وفي هذه الآيات أن العبد ينبغي به أن يبادر إلى إنكار المنكر وعدم الرضا به كما فعل هارون عليه السلام عندما حذر قومه من عبودية هذا العجل وفي هذه الآيات أن داعية الظلال الواحد قد يضل الخلق متى كانوا جاهلين وقد يوردهم المهالك وفي هذه الآيات أن من لم يكن عارفا بالأدلة قادرا على الاستنباط منها فإنه ينبغي به أن يقلد من يثق فيه ولذلك كان من المستحسن على بني إسرائيل أن يسير على طريقة هارون عليه السلام وفي هذه الآيات أن من الأمور المستنكة فأستنكره العكوف عند الأصنام والبقاء عندها وفي هذه الآيات المعاتبة بين الأخوين بما يبصرهم بالحق ويرشدهم إليه وفي هذه الآيات أن الناس يحتاجون إلى ولاية تنضبط أمورهم وتتسق أحوالهم وأنه متى لم يكن عند الناس إمام ولا ولاية فإنهم يضطربون ويتفرقون وفي هذه الآيات مخاطبة الضال المضل وسؤاله عن سبب فعله قبل إنزال العقوبة به ولذا قال موسى فما خطبك يا سامري وفي هذه الآيات أن دعاة الضلالة يزعمون أنهم وصلوا إلى شيء من العلم لم يصل إلى غيرهم وفي هذه الآيات أن أحاديث النفس تضل صاحبها وتريده المهالك ولذا ليحذر الإنسان من نفسه وما يلقى فيها من الوساوس فليس كل فكرة تأتي في ذهنك تتكلم بها وتدعو إليها حتى تعرضها على ميزان الكتاب والسنة وفي هذه الآيات أن الله جل وعلا قد يعاقب المعرضين عنه وعن عبوديته بعقوبات دنيوية ومن ذلك ما عاقب به السامري حيث أصبح يخشى من أن يمسه الآخرون ولذا غادر قومه ولم يبق معهم وفي هذه الآيات التذكير بعذاب الآخرة وأنه أشد وأن موعد ذلك اليوم حاصل لا محالة ولن يكون هناك إخلاف لذلك الموعد وفي هذه الآيات بطلان عبودية كل من يعبد سوى الله جل وعلا وفي هذه الآيات حكمة الله التي أنزلها لموسى حينما رأى تعلق بني إسرائيل بذلك هم العجل كما قال أشربوا في قلوبهم العجل فأمر بإحراق ذلك العجل وهم يشاهدون ثم أمر بذره في البحر من أجل أن يقطع كل تعلق من نفوسهم بهذا العجل ليكون ذلك سبب من أسباب عبوديتهم لله ورجوعهم له سبحانه وتعالى وفي هذه الآيات الآيات أيضا التأكيد على عبودية الله وأنه وحده المعبود كما قال إنما إلهكم الله وإنما للحصر فلا يوجد إله معبود سوى الله جل وعلا ولذا قال لا إله إلا هو أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى وكان من شأنه أن يعلم جميع ما يقع في هذا الكون ولذا قال وسع كل شيء ففيها ساعة عمومي ساعة علم الله وعمومه بحيث لا يخفى شيء من أمور خلقه ولا من أمور الخلق أجمعين بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير وجعلني الله وإياكم من الهدات المهتدين ونسأله جل وعلا أن يرزقنا اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم والسير على طريقته اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم يا حي يا قيوم اجعلنا ممن رأى الحق حقا ورزق اتباعه واجعلنا ممن رأى الباطل باطلا ورزقته اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين كما نسألك يا ربنا أن تجعلنا من الشاكرين لنعمك المثنين بها عليك المعترفين بأنها من عندك ونسأله جل وعلا توفيقا وصلاحا وسدادا ونبارك في ولات أمورنا وأن يجزئهم خير الجزاء وأن يجعلهم من أسباب الهدى والتقى والصلاح والسعادة للناس أجمعين هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين حسنًا